ترجمة نانسي قنقر رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن بطولات جمال الخيل العربية تعتبر إحدى الرياضات المهمة وتحظى بشعبية كبيرة لدى محبي رياضات الفروسية والخيل العربية بشكل خاص وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمشاركة الجيدة التي تشهدها البطولة وهي السبب الرئيسي وراء نجاح كافة البطولات والمنافسات المحلية حيث يعتبر الاستبلات والملاك أحد المساهمين الرئيسيين في تطور رياضات جمال الخيل العربية هذا وشهد السيد محمد النصف الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية جانبا من البطولة حيث أشهد بدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة واهتمام سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة في حرص الاتحاد الملكي بتنظيم مختلف بطولات الفروسية خصوصا في رياضة جمال الخيل العربية وشارك السيد محمد النصف في تتويج الفائزين في مختلف الفئات التي شهدتها البطولة بحسب البرنامج الذي وضعته اللجنة المنظمة هذا وتوصلت العروض المميزة والتنافس القوي بين المشاركين في البطولة حيث لعباء العراض دورا بارزا في إبراز معالم الجياد وجمالها وأناقتها